السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهم أسباب توقف الغسالة تماماً عن العمل مفتاح الباب لكن خد بالك لازم تفحص مفتاح التشغيل مفتاح الان والوف والطيمر لأن لهم نفس العطل أحياناً كمان أحياناً تلاقي إن باب الغسالة بيعلق ما بيفتحش معاك طبعاً الكلام ده بيكون بعد دورة الغسيل ب3 أو 5 دقيقة علشان تضمن إن السخان اللي في اللاك برد ساعتها هتضطر تغير إفل الباب وطريقة تغييره سهلة جداً جداً هتفك الحزام اللي حوالين كوتشة الباب أحياناً بيكون مصنوع من البلاستيك وأحياناً بيكون مصنوع من السستة أو من الحديد الصلب وهتفك الكوتشة وتاخد بالك علشان ما تتقطعش منك وتفك مسامير التسبيت مسامير تسبيت اللاك هتلاقي اللاك نفسه عليه فيه ب3 أطراف طبعاً فيه كفر بلاستيك خفيف بيحميه من المياه وبعدين تلاقي فيه ب3 أطراف لو أنت عايز تفحص اللاك قبل ما تشتريه أو قبل ما تغيره وعايز تشغل الغسالة هتلاقي متسجل على الأطراف أطراف اللاك C و L و N هتوصل C مع L هتشتغل معاك الغسالة طبعاً يريد يكون التوصيل عن طريق لمبة سريا لو أمكن يكون أفضل بكتير لك لو اشتغلت معاك الغسالة خلاص بتكون عرفت إن اللاك هو اللي فيه المشكلة وتأكدت تماماً بتفك بتغيره بقطعة جديدة وزي ما انت شايف في الفيديو تغييره سهل جداً وبتربطه في مكانه وبتربط المسامير الكوتشة البلاستيك اللي من بره ديها هي دي المهمة جداً لأن هي مسؤولة عن قفل الباب وبتربط المسامير كويس وبترجع الكوتشة الكوتشة ليها مرأد الكوتشة ليها بيت صغير كده لازم تركب الكوتشة الأول وتكون ركبة في مكانها مظبوط وبعدين تركب عليها الحزام بتاعها اللي هو مصنوع من البلاستيك أو من الصلب طبعاً من أهم أسباب تلف سويتش الباب في وقت قصير إن الغسالة ما بتتفصلش عن الطيار الكهربائي يعني إحنا المفروض بعد ما بيخلص الغسيل بتاعنا لازم نفصل الغسالة عن الكهرباء إذا كان من فيش الكهرباء أو عاملين مفتاح في الجدار دي نصيحة مهمة جداً لأي حد عايز يحافظ على الغسالة طبعاً ضروري جداً إنك تفحص الحزام البلاستيك اللي هيركب على كوتشة الباب إذا كان مصنوع من البلاستيك أو مصنوع من الحديد الصلب لازم تفحصه كويس قبل ما تركبه وتركيب الحزام البلاستيك ده سهل جداً هو أسنان بتركب على بعضيها وإنت بتجيب مفك رفيع أو مفك عادة وبتشد شوية على قطعتين البلاستيك في الحزام وبيركب معك على طول ترجمة نانسي قنقر